المضمور الوحيد المتعب وبالية وتقرض سريعا فنطير فهو موسى النبي في الوقت ده كان معتقد انه هو هيموت خلاص هو سندوقتي وصل لقربة الثمانين او الثمانين وقعد في البرية اربعين سنة وكان هرب من فرعون وقعد بقى في البرية اربعين سنة وتجوز وخلف وخلاص يعني انا كده حياتي انتهت وحياتي خلصت فكتب المضمور ده وهو عنده قربة ثمانين سنة او ثمانين سنة وافتكر انه خلاص كل حاجة انتهت ده نوع من اليأس الحاجة العجيبة ان ربنا بقى اختاره في الوقت ده اختاره وقال له انت هتروح تطلع الناس من مصر وعشان كده موسى النبي قاعد يعتذر كتير الاعتذرات الكتيرة ده بتبين النوع من اليأس عنده طب انه هعمل ايه ما خلاص بقى انا كبرته وعجزته ومش اقدر اعمل حاجة كل شيء ربنا يعني حايل فيه يقوله طب كذا طب انا ثقيل الفم واللساني يقوله مين اللي صانع الانسان الفم واللسان انا هكون معاك طب انا هقولهم انت مين هقولهم يهوى يهوى الذي هو يهوى طب انا مش عارف انا ارسل بيد من ترسل يعني في الاخر بقى راح موسى النبي قال يا رب ابعت اي حد فقال له طب خلاص اخلي هرون معاك بس انت برضو هتبقى موجود وابتدى بقى موسى النبي الرحلة دي اعدى اربعين سنة تاني لحد ايه ما في الاخر عنده مئة وعشين سنة ومات اعدى اربعين سنة يقود اتنين مليون واحد وهو اللي كان في بدايته عنده تامين سنة شعر انه هو ولا حاجة مش هعمل حاجة ونوع من اليأس برضو ابونا ابراهيم لما ربنا دعاه وهو في حران كان عنده خمسة وسبعين سنة وصل سنة مئة سنة خلاص بقى هو مش هيخلف قال له ربنا بقى يعني انت وقت العزر الدمشقي هو اللي هيوريس بيتي ربنا قال له لا من احشائك وفعلا جه اسحاء وابراهيم عاش لسن مية خمسة وسبعين سنة فاحنا اوقات كتير بنيأس واوقات كتير بنحس ان الدنيا كلها بازت العمري راح انا عمري كله راح بدون داعي انا عملت ايه في حياتي ايه لا انا عملت وما عملتش حاجة خالص كل حاجة بازت لا ممكن ربنا في الوقت ده يمسك كل حاجة بازت دي ويزبطها كلها ممكن ربنا يجمع لك كسر كله ويطلع منها ايقونة جميلة قوي فانا لو قلت ان انا حياتي كلها انتهت تقرط سريعا فنطير لا ربنا اقولي لا تعالى ده انا هخليك ده وقتي انت اللي شاهد في نفسك ثقيل الفم واللسان اللي مش عارف تعمل حاجة هتقود اتنين مليون واحد دي رسالة ترجاء لكل واحد فينا رسالة ترجاء لأي انسان شعر ان العمر اللي راح راح هباء راح هضر انا ضيعت حياتي في حاجات ما تستهلش لا الوقت اللي جاي ده ربنا مدي رسالة جديدة تقولي طبعا انا اشتغلت في حاجات كتير وخدمت في حاجات كتير وما عملتش اي نوع من الثمر يمكن ربنا بيوجيهك الفطرة الجاي لرسالة جديدة صلي وقوله رب اكشف لي انت عاوز ايه انا ولا حاجة انا زي موسى النبي كده لما شعر انه مش هعمل حاجة لكن انت رب هتديني النعمة هتديني القوة هتديني الحكمة هتبقى معايا هتقودني في خطوة جديدة في رسالة جديدة انت عاوز مني ايه ربنا شبع الخمس تلاف منين من خمس خبزات والسمكتين ايه الخمس خبزات والسمكتين دول اشارة لايه اشارة للامكانيات البسيطة اشارة للانسان اللي ما عندوش حاجة خالص فيقولوا رب انا طب الحاجة دي في ايديك بس ايدي هتعمل ايه ما هذا لمثل هؤلاء زي ما قالوا التلاميذ راح ربنا اخدها في ايديك كده وقال لك لا البركة دي انا هوريك تعمل ايه انا ممكن اشبع بيها خمس تلاف واحد فاحنا ربنا بدينا دايما رسالة الرجاء ودي الرسالة بتاعت النهاردة من المزمون التسعين اي عشرة دي رسالة رجاء لكل واحد فينا شاعر ان كل حاجة راحت كل حاجة انتهت انا مش هقدر اعمل حاجة تاني لا بنعمة ربنا تقدر وتقدر تقول بكل ثقة مع معلمنا بولس في فليب باربعة تلتاشر استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني بنعمة ربنا ربنا هيوجهني لرسالة جديدة لنعمة جديدة لبركة جديدة ممكن تبقى سبب بركة الناس حولك كتير ممكن تبقى انت في الواحد اللي شعر فيك فيه بيأس من حياتك كلها واللي فات كله ربنا هيبتدي معاك نعمة وبركة جديدة مش تغير حياتك انت بس تغير حياة ناس كتير حولك فربنا بيقول لنا كده النهاردة رسالة الرجاء الحلوة المموس النبي شعر باليأس ربنا قال له في الوقت ده انا اختارك واخليك تقود الشعب كله لمدة أربعين سنة تاني الاية الجميلة جات فيه مزمور تسعين اية عشرة لإلهنا كل مجد وكرم الابد اشتركوا في القناة